منذ طرد الحكومة من عدن في أغسطس 2019 عمد المجلس الانتقالي الجنوبي إلى استبدال مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بسلطته الخاصة وذهب إلى اتفاق الرياض ليحصد بالسياسة ما لم يأخذه بالقوة كما اتضح لاحقا اليوم أصبح عيدروس زبيدي يتعامل كصاحب سلطة من حقه إصدار قرارات تعيين في المؤسسات المدنية والعسكرية بترقيم تسلسلي وصيغة رسمية وكأنه رئيس شرعي وهي خطوة غير قانونية قد تستوجب المحاكمة بتهمة انتحال صفة رسمية هذا من ناحية الشكل والمبدأ أما من ناحية المضمون فتعيين شلال الشاع يعد مخالفا لاتفاق الرياض الذي قضى التفاهماته على عزل شاع من إدارة الأمن وتعيينه ملحقا عسكريا في الإمارات اللافت في مشهد سحب البساط من تحت الشرعية لصالح الانتقالي هو أن هذه العملية تتم برعاية سعودية كونها الراعي الرسمي لاتفاق الرياض والذي يذهب باتجاه تقليص حضور الدولة وتعزيز نفوذ الميليشية المدعومة من الإمارات عقب طرد الحكومة الأخير من قصر معاشيق دعت الرياضة إلى اجتماع عاجل بين الحكومة والانتقالي لكن شيئا من ذلك لم يحدث ولم تعد الحكومة إلى ممارسة مهامها في عدن واليوم تتجدد الدعوة السعودية إلى عقد مباحثات بين الحكومة والانتقالي في مشهد لا يمكن وصفه إلا بالمسرحية الهزلية التي لن تفضي إلا إلى تغيير على الأرض تتأكل البلاد من تحت أقدام الشرعية فيما الشرعية لا تفعل شيئا لتعزيز حضورها أو المحافظة على ما تبقى من مكاسب وطنية بقاء جميع قيادات الدولة في الرياض وعدم رغبتهم في العودة إلى اليمن ترك البلاد مشاعر للمشاريع الصغيرة وحرف البوصلة عن معركة استعادة صنعاء من يد ميليشي الحوثي ترجمة نانسي قنقر